واشنطن والرياض على مشارف إبرامي صفقة تاريخية صفقة من شأنها إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط لكن حجر العثرة الذي يقف أمام تحقيق هذا المسعى هو تل أبيب هذا ما جاء في تقرير حديث لصحيفة فينانشل تايمز البريطانية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل لن يتم مدامة حرب غزة مستمرة وما لم يقبل رئيس الوزراء بن يمين نيتانياهو تقديم تنازلات على حد وصف فينانشل تايمز علماً أن من شأن اتفاق سلام بين الجانبين أن يساهم في حل حالة أزمات عدة أولاً سيمهد الطريق لوقف التصعيد في غزة وتطبيق حل الدولتين ثانياً سيمنح هذا التطور إنجازاً كبيراً للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يلعب دور الوسيط قبيل انتخابات حاسمة ثالثاً ستحصل الرياض على اتفاق دفاعي وآخر نووي طال انتظارهما مع الولايات المتحدة أما إسرائيل فستقترب من الاندماج الإقليمي والعالمي على مختلف الأصعدة ويشير محللون إلى أن الإدارة الأمريكية كثفت تحركاتها لإنجاح الصفقة على مر السنوات الماضية فبالرغم من العلاقات المتثبذبة بين واشنطن والرياض في بداية ولاية بايدن سرعان ما عملت إدارته على ترميم العلاقات مع السعودية لتعزيز الشراكة المحورية فحتى بعد خفض واردات النفط وجدت الولايات المتحدة نفسها مرهونة بالتخولات التي تطرأ في الشرق الأوسط وما لها من تأثير على الأسعار العالمية وفي ظل وجود منافسين يمكن أن يحلى مكانها في أي لحظة والحديث هنا عن روسيا والصين اضطرت إلى تغيير سياستها الخارجية ولعب دور رئيس في صفقة تطبيع ما زالت مطروحة على الطاولة